السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرابع الإعدادي أخذنا الأحكام التلاوة وأخذنا صورة ياسين وإن شاء الله اليوم رح نأخذ صفحة 16 الحديث النبو الشريف من صفات المؤمن هذا الحديث للحفظ هذا الحديث للحفظ خلينا نقرأ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله أخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرأ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث النبو الشريف حفظ خلينا ناخذ المعاني الحسد تمني زوال نعمة الآخرين أو السعي في إزالتها النجس هو أن يزيد أحد في ثمن السلعة حيث ينادي عليها في السوق ولا رغب له في شراؤها بل يقصد أن يخدع غيره فيدفعه لشراؤها بثمن أعلى التدابر هو أن يعرض الإنسان عن صاحبه ويهجره لا يسلمه لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه الخذلان هو عدم المساعدة عند الحاجة إليه إليها لا يكذبه أن يتعامل المسلم مع المسلم بالصدق واجتناب الكذب لا يحقره لا يصغر من شأنه التقوى مخافة الله وفعل ما أمر به واجتناب نواهي بحسب أمرأ من الشر أن يكفيه من الشر إذن الحديث والمعاني يحفظ ناخذ شرح الحديث شرح الحديث ملخص بحل المناقشة فملخص مثلا نقول لك قوله تعالى اشرح بالآية القرآنية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أنت تقرأ هذا اللي يعني فروح نأخذ أهم ما يرشد إليه الحديث أهم ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف يلا عيوني يلا حبايبي يا الله يا الله يلا صفحة عشرين هذا حفظ الطالب يحفظ يقول لك أكتب أهم ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف في الحديث صفات المؤمن يعني يقول لك يعني بس يطيك منطوق السؤال ومن في الحديث طبعا الحديث الشون يجيبه أنتم كبار مو صغار تعفون يقول لك أكتبوا الحديث النبوي الشريف من صفات المؤمن وتكتبوها ونأخذ أهم أما يرشد إليه الحديث أهم كذلك نحل المناقشة أولا ما معنى لا تناجشوا الواردة في الحديث النبوي الشريف يعني شنو هو أن يزيد ها عيني هو هادي هو أن يزيد أحد في ثمن السلعة حين ينادي عليها في السوق ولا رغبة له في شراؤها بل يقصد أن يخدع غيره فيدفعه لشراؤها بثمن أعلى إذن حل المناقشة الأولى النقطة الأولى من حل المناقشة معنى الثاني النجش ثانيا ما الحكمة في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسد والنجش والتدابر والتباغض الحكمة يعني شو نقول شو نواجب على المؤمنين رح أقولها عليك يا في خاطر تكتبوها الواجب على المؤمنين أن يكونوا كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ثلاثة ما من قياس التفاضل في الإسلام استشهد ذلك بما تحفظ من القرآن الكريم هذه الشرطة هي لكم النقطة الثالثة هياته هذه النقطة الثالثة نقول هذه الأخوة منطقية وطبيعية فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب فضلا عن ذلك فرابطت الإيمان من أقوى الروابط لذا فالمؤمنون أخوة قال تعالى إنما المؤمنون أخوة زي وهذه الجواب النقطة الثانية ما أشرتها أنا بس قرأتها بس ما أشرتها شوفوا أمي هذه جوا السطرين النقطة الثالثة من حل المناقشة هذا الحد الحمى بالسهر والحمى استونقتها جواب النقطة الثانية من المناقشة النقطة الأولى من حل المناقشة هياته المعاني مال النجش هذلي اشبقت لي النقطة الرابعة يقول الحسد نوعان مذموم ومحمود واضحوا ما ذاكر الحديث النبوي في بيان الحسد المحمود فالنقطة الرابعة هياته صفحة 17 هياته نقول فالحسد هو تمني الذي هو تمني زوال نعمة الغير مذموم ووجه ذمه وقبحه إنه اعتراض على إرادة الله تعالى ومعاندات ومعاندت له إذ إنه سبحانه وتعالى أنعم على غيره يقول استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في إثنتين رجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها أما الأمور الدينية فالحسد مذموم ولا حسد فيه إذ اقترن بتمني زوال نعمة الآخرين ها يعني كمنا محاضرتنا اليوم من القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرابع الأعدادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة